مرحبا بكم عشاق نباتات الزينة هذا الفيديو تتم للفيديو السابق وهذه النبتة تسمى بوكارنيا الكيرفاتا أو نولينا وهناك منشرون عنها في الصفحة وهذه تسمى كورديلاين أو كورديلين بالفرنسي وهي نبتة داخلية وهذه نبتة داخلية أيضا وتسمى البابيروميا أوبتوسيفوريا هذا هو اسمها العلمي وهي نبتة داخلية أيضا وهذه تسمى الفيكوس بنجامينا وبجانبها نوعان من الكروتون الكروتون نبتة داخلية أيضا النباتات الداخلية تكون أغلى من النباتات الخارجية لأن تكلفتها باهضة كما تلاحظون أنواع من الكروتون وهذه تسمى التويا أو تيوجا أوكسيدونطاليس أو السرو وهذه النبتة تسمى الفيزان بالفرنسي اسمه العلمي يويونيمس فورتوني وهذه ألوان من الروز أو من الجوري لم تتفتح بعد وهذه تسمى الدفلة أو النيريم أولياندر وهي من النباتات السامة وهناك ألوان من البوغانفيل أو الجهنمية أو المجنونة إلى جانب اللبلاب أو الآيفي وهذه مجموعة من الهيبيسكوس أو الكركدية حمراء اللون وهي نبتة دائمة الإزهار والخضرة وهذه شجرة يوكليبتوس أو كاليبتوس كما يسمى وأخيرا توجد شتلات من البزرومية وهي نبتة تستعمل للتسييج